بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أخذنا في الدرس الماضي أسئلة خمسة قبل أن ندخل في الدراسة بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله بنا أخذتك درستا بس كتابنا أخشنا أخذتك باش سؤال ما أخذتك لماذا ندرس التوحيد؟ هم يمكن التوحيد؟ حق الله العبيد ولا أقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل اللي به ولا أدخل الجنة لم أحد للماذا نختارنا دراسة هذا الكتاب؟ نسيحة العلماء السؤال الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ ما تسأل عنه في قبرك؟ سؤال الثلاثة How are we the benefits of the world في قبرك؟ ما الفائدة من الدراسة؟ بإذن الله الإجابة على إنسانت القبل هم يمكننا التوحيد بس أخذتك باية مشادة للإجابة قال محتوى هذا الكتاب، محتوى هذا المتن يحتوي هذا المتن على أمور خمسة هذا كتاب 20ellسنا vielä تفضل 5 أخذتك المسائلة الأربعة المسائل الثلاثة المسائل الثلاثة سورة العصر علم وعمل ودعا وصور المسائل الثلاثة سورة العصر المسائل الثلاثة أقسام التوحيد لماذا ندرس التوحيد؟ للعناية المسائل الثلاثة المسائل الثلاثة تكلم عن الصورة العصر لابدنا تعلم أولاً فإذا تعلمنا لابد أن نعمل به الذي تعلمنا تعلمنا وعملنا لابد أن ندعو إلى هذا الذي تعلمنا وعملنا به ولابد من الصبر أن نصبر أولاً على العلم ثم نصبر على العمل صناعنا هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسراته الذي يتعلم ولا يعمل في شبه باليهود والذي يعمل بلا علم في شبه بالنصار أي أحد من الناس مسلم أو كافر عندما تسأل هل تريد الربح أو الخسار؟ الذي يريد الربح لابد أن يأتي بهذه الأمور الأربعة ولابد أن تجاهد نفسك بهذه الأمور الأربعة لابد أن تتعلم وتعمل وتدعو وتصبر يقصد من الأدام أن تتعلم من الأسرات يقصد من الأسرات إلى ثلاثة أقصد يقصد من الأسرات إلى ثلاثة أقصد ثالث الله تعالى الله تعالى الله تعالى